موسيقى في نمبر وان في التشوز عندنا السيركوت اللي قدامي ديه فيها خمسة ريزيستور وبيقولي الاكوفلانت هيبقى ايه نخلي بالنا يا جماعة ان دول كده عاملين شكل بريتج او اربعة ريزيستور وصلين على اربعة بوينز اللي هي الوينت دي والوينت ديه اللي اتنين وصلين على بقية السيركوت والتو اوبزت بوينز التانيين وصلين على الريزيستور الرقمة هل البرج ديه بلانسد ولا ام بلانسد في الحقيقة ان هي بلانسد لان الاربع اللي فوق قدبها يبقى معنى كده اللي في النص ديت مش هيمشي فيها كارينت فنقدر ان هي كأنها مش موجودة ام ساحة كده فيبقى انا عندي الاثنين اللي فوق سيريس هيديونا تو ار ولي تحت سيريس هيديونا تو ار تو ار و تو ار مع بعض يبقى يديونا ار بس كده اللي بعدها السؤال زي دوت ودوت من الاسئلة اللي هي كانت ندرة وبعدين بدأت ان هي تتكرر مؤخرا هو ان يكون عندي تو بربنديكرا ويرز بالمنظر دوه وهو وير والتاني وطلب مني ساعات بيطلب الماجنيتك فلاكس دينيسي عند بوينت ساعات بيطلب الدياريكشن ساعات بيقولي مثلا هنا انوات ريجون او ريجونز من اللي هما اي دابل اي تريبل اي و اي في هيكون فيه بوينت او ننت ماجنيتك فيل طيب تعالوا نشوفها تتحل ازاي فلازم طبعا ان انا احدد الدياريكشن بتاع الفيلد فدياريكشن الفيل ده هتحدد هنا ازاي بامبير ريت هاند رول لكل وير على حدة هنقول ان الكرند اللي ماشي هنا اهو لفوق يبقى الفيلد هنا اين وورد الفيلد الناحية التانية اوت وورد يبقى بالنسبة للوار الاولاني دوت هنقول اهو هنا فيه اين هنا فيه اين انما هنا اوت هنا اوت ده كده كله بالنسبة للوار الاولاني انما بالنسبة للوار التاني فايدي هتبقى كده فالحتة اللي هنا هتبقى اوت والحتة التانية هتبقى اين فهيبقى معنى كده اهو دوت هيبقى أوت هنا أوت بينما هنا اين هنا اين فبيقولي في أنهي ريجون من دول ممكن يحصل ان يبقى فيه zero magnetic flux طبعا الريجون اللي هي فيها opposite direction للفلكس هنا الاثنين opposite لبعض يبقى فيه احتمالية كبيرة ان يبقى فيه neutral points هنا الاثنين opposite لبعض يبقى فيه neutral points انما هنا ما ينفعش ان الاثنين هيتعملوا دائما وابدا بلاس وهنا برضو هيتعملوا بلاس يبقى دول هما اللي هيبقى فيهم neutral point بس هنا ده تشوز يتحلف ثانية بيقولي اميتر الريزيستنس بتاعت الكويل بتاعته يعني داية ال RG مدام ده القديم اللي هابدأ بيه عايز الشانت رزيستنس اللي هتدكريز السنس تفتي السنس تفتي هتقل طيب انا قلت على طول اول ما اعمل حاجة زي كده هو بيقولي هيتكريز السنس تفتي يبقى امسك الاخ ده اعملو ديفايدت كم ديفايدت فور يبقى كده ال RS ال R shunt هتبقى equal RG over four يعني one hundred sorry 60 over four يعني هتدينا 15 اوم يبقى هو ده الانسر طبعا لو بستيبس انا قلتها لكم بستيبس قبل كده كانت هتبقى ازاي في سؤال في نفس الحس we increasing the diameter of wire to double and decreasing the length to half then the electric conductivity هيحصل لها ايه؟ نفكر غلط remain constant هتفضل constant بيه حد ليسه واقع فيها برضو لان ال conductivity هي physical property depend على kind of material and temperature عندي في السؤال ولا غير ده ولا غير ده يبقى هتفضل constant in the figure the ring circle it's diameter to centimeter طبعا طبعا انا مش بشتغل ب diameter انا بشتغل ب radius على طول اقول ان ال radius هيبقى 1 سنتيمتر بعد التحويل كمان هيبقى 0.01 متر احنا بقينا شاطرين طبعا بعملها بسرعة وبرضو ممكن ان احنا نعملها step by step ان انا هعمل divide 2 بعدين times 10 power negative 2 connected to battery ال EMF بتاعتها 12V internal resistance بتاعتها 2 Ohm مكتوبين على الرسمة ال ring ال resistance بتاعتها كلها على بعض ب 16 Ohm نلاحظ هنا حاجة مهمة ال ring كلياتها 16 Ohm باعتبار ان هي دي ring لما انا اجي اقسمها 2 يعني ديت لو انا فردتها خلتها wire فيبقى ال resistance بتاعت ال wire ده كله مفروض هتكون ال 16 Ohm لما انا اقسمها نصين يبقى النص دوت هيبقيت Ohm والنص ده هيبقيت Ohm بس فنخلي بقى لنا من النقطة زي دي بعد كده بيقول لي عايز المجنيتك فلاكس دينيس دي عند السنتر بتاع ال ring في 2 cases اول case بيقول لي لما الكي يكون open هاخد الرسمة كده تاني عشان خاطر اغير فيها بروحتي اهي دلوقتي في الرسمة ديت انا ممكن اقول لما كي يكون open في الكيس القوانية يبقى كده مش موجود خالص لان مش هيمش فيه current والحطة اللي ما يمشش فيها current مالهاش يلازم عندينه خلاص طيب يبقى كده عندي اهو في ايه اول حاجة اجيبها current current يتجاب ازاي او هنعمل فيها ايه هنقول ان current total من ohms low for closed circuit equal ال VB او total EMF اللي عندي في circuit over R اللي بره بلس R اللي جوه ال VB عندي اللي هي ب12 بيبقى ديها تبقى equal 12 over R اللي بره اللي هي بتاعة النص ring بس ولو تفتكروا النص ring بس قلنا ان هي 8 ohm plus R internal اللي هي ب2 ohm فده كده تطلع 1.2 ampere وهو ده current اللي ماشي في الرنج لو عايزين بقى الفلاكس دينستي في السنتر فالفلاكس دينستي في السنتر هيبقى equal mu i n over 2 r الميو اللي هي 4 pi times 10 power negative 7 times i اللي هي 1.2 times the number of turns هنا دي نص ring بس يبقى معنى كده هيبقى half over 2 multiply the radius اللي هو 0.01 هنشوفها بكام تسلا حبيبي بس ده كده بالنسبة للكيس الاونية بالنسبة بقى للكيس التانية فانا هشفت كده النحية دي هيخد نفس الرسمة فين فين كنا بناخد الرسمة منين اهو هيخد نفس الرسمة بس المرة دي الكيه لما يكون closed يبقى انا كأن الكيه مش موجود بس حاطت مكانه وير على طول فانا هعملها بستبس مع اني المفروض عارف الانسر هيطلع كام على طول يعني انا عارف ان المفروض ان الانسر هيبقى zero من غير ما اعمل اي حاجة بس نفترض انها حاطت اميتر وعايز بردو reading تعال اميتر او كده او طالب اي حاجة تانية يبقى احنا عارفناها كم علومة الكيرنت اللي طالع من هنا هيبدأ انه هو يتقسم على اتنين بارلل واحدة اي تقوم من الناحية دي واحدة اي تقوم من الناحية دي يبقى انا دي مش سيكسي دي ايت خطي حلو انتو بيتهايق لكم فعايزين التوتال كورنت في الكيس ديت يبقى احنا هنقول ان التوتال كورنت هيكون equal vb over r equivalent plus r small vb اللي هي ب12 r equivalent في الكيس ديت بقى تبقى 4 اوم لان انا عندي رنج اي تقوم و اي تقوم مع بعض plus 2 اللي هي الانترنل يبقى كده الكورنت هيبقى 2 ampere لما يجيب بقى الفلكس دينستي فانا عايز الفلكس من النص الرنج دي اللي هو بيلف anti-clockwise اللي هو هيبقى outward يعني فيه field هنا هيطلع outward وفيه field هنا هيطلع inward من نص الرنج التاني ففي الاخر الاثنين هيبقوا equal لبعض لان b1 هتبقى equal b2 هتبقى equal mu i هسميها i dash n اللي هيبقى half over 2 r ليه i dash لان الاي اللي هي 2 ampere هتخش تتقسم 1 ampere 1 ampere هنشوف دي بكام مش هتفرق طبعا بعد كده هقدر اقول ان ال b net هتكون equal b1 minus b2 اللي هما equal لبعض ففي الاخر هتدينا 0 فاصلا ما كانش او مش المفروض ان انا اجيب ال current من الاول زي ما قلتلكم من الاول خلاص انا عارف ان هي 0 قلتلكم اي symmetrical shape geometrical جميلة 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 فالفلكس دينستي عند السنتر بيبقى equal 0 لو ال current داخل من point منه وخارج من point تانية لانه هو بيتقسم 2 directions مختلفين للفلكس فهيدينه في الاخر فلكس دينستي 0 شكرا مسألة بنرجع به على مسائل ال ometer هو بيقال لي galvanometer ال resistance 100 ohm it's maximum reading ال i ال maximum او ال ig هتبقى equal 0.02 ampere calculate the standard resistance بس كده طيب والكلام دوت بيقول لي برضو في انه هو عندي باتاري 3 volt طيب اه تعالوا نشوف كده اه ال rule بتاع الميتر العادي بتاعي ان ال i g equal vb over rg plus r small مافيش لانه هو ما الجاب ليه السيرتها plus r standard طيب ال ig عندي ب zero point zero two و و vb ب 3 volt و عندي ال rg 100 وال r standard مانعرفهاش زي ما اتفقنا قبل كده بنمسك اللي تحت ده كله بنروح مطلعين فوق واللي فوق انزله تحت مكانه فيبقى كده 100 plus r standard اللي مانعرفهاش هتبقى equal 3 over zero point zero two فدي كده هتطلع 150 همسك بقى ال 100 او اديها بال negative يبقى كده هتطلع لي ان r standard لوحدها equal 50 ohm بس كده جبت ال r standard بعد كده بيقول لي انا عايز ال resistance اللي تخليها او اللي تخلي ال ال اسموه ده ال pointer يدفلكت ال one over four ال scale فطبعا piece of cake يعني ما هو i هتبقى equal quarter i g وال i g عندي فخلاص هقول ان هي zero point zero two multiply quarter يعني equal zero point zero zero five امبير وهناقدر ان احنا نعوض بيها في الرول الاساسي بتاع الميتر ان هو i بقى equal vb over r g plus r standard plus r x اللي انا عايزها هنلاحظ ان r g و r standard دول ما بيتغيروش طول المسألة يعني دول ال internal resistance ممكن اشالهم احط مكانهم r internal الفرق ما بين two rules تاني عشان انا بس بفكر مش اكتر يعني عارف ان اكتر الناس عارفة بس بفكر الرول دوت بستخدمه عشان اجيب standard resistance ورستانس او ريستيت او internal resistance بتاع الاميتر ككل ودود ما فيش rx rx 0 ما تتحبتش فالكارنط يكون ماكسا انما هنا في rx وفي i ودول بيتغيرو دايما rx تتغير فالi هتتغيرو دايما من ال ig او i maximum ودود بديه جدا هنسبة في الاميتر ال i اللي هي 0.005 هتبقى vpb3 over rg اللي هي 100 plus r standard اللي هي 50 plus rx اللي احنا عايزين نعرفها برضو نفس اللي احنا عملناه قبل كده ان انا همسك اللي تحت دوت كله على بعضه اطلع فوق واللي فوق ينزل تحت فيبقى كده هيبقى عندي 150 plus rx هتبقى equal 3 over 0.05 فسوري فيه فيه زيرو زيادة همسح هيدي يبقى 0.05 دي كده هتطلع ب 600 هنودي 150 ب negative فيبقى في الاخر هيتطلع لي ان rx هتبقى 600 minus 150 يعني 450 او نسا باعرف هتحسي بدماغه هم اي استيل وورثي نخلش على بعدها في اخر مسألة عندنا في الحصة خالص بيقول لي calculate the equivalent resistance between a and b in the figure فانا بس هكبر الفيجر في الحقيقة انا مخبيه بس تحت اهو في الفيجر دوت عايزين الاكوبلنت ما بين اي و بي دي سهلة جدا زي ما احنا عملنا كتير قوي قبل كده دلوقتي ندور على مين سيريس و مين بارلل مع بعض اهو عندي ها لقيتو حاجه في الحقيقة ان انا عندي 6 و 12 دول بارلل مع بعض اهو 6 و 12 كده من الناحيه دي دارك لي كونيكتد من الناحيه دي دارك لي كونيكتد ما فيش حاجه في الطريق نفس الكلام من تحت ال 8 وال 8 اهو من الناحيه دي والناحيه دي اهو من ناحيتين دول دارك لي كونيكتد يبقى معنى كده ان ال 8 وال 8 دول بارلل مع بعض ال 6 وال 12 بارلل مع بعض فانا هشيلهم وحط الاكوبلنت ما كان اي واحدة فيهم اهو يبقى ال 6 مع ال 12 هتدينا 4 اوم اهو شلتهم شلت واحدة وحطيت الاكوبلنت ما كان اي واحدة فيهم يبقى كده وات كده هيبقى equal كنت بدهار على قلم وانا كده كده بكتبى التابلت ما شاء الله علي يبقى كده وات 4 اوم ونفس الكلام بالنسبة للتحت هشيلهم وحطها مكان اي واحدة فيهم تعجبني تعجبكم مين اللي عليمين ولا للشمال نشيل اللي عليمين اهو وحط الاكوبلنت مكان دي مثلا فيبقى 4 اوم بارده اللي فوق هتبقى 12 times 6 over 12 plus 6 فهتدينا 24 بعد كده في الرسمة ديت في حده هيبقى جامد هيقول لي ان الفور والفور سيرس مع بعض وبعد ما يعملهم سيرس على طول يقول ان الايت اللي هتطلع اهو احنا شايفين ان الفور والفور من الناحية دي هوم مفيش external connection خلاص يبقى كده دول هيبقوا سيرس مع بعض هيطلعوا لي ايت والايت اللي هتطلع هتبقى parallel مع السكستين والسكستين في نفس الوقت اللي مش شايف هيعمل على خطوتين عادي يبقى الفور والفور هشيلهم وحط مكانهم ايت ايت المامل ده طمعا مش ملانين خالص عشان بتفرجوا علي يا رب سميحنا كده يبدو ايت قوم وبعد كده يعني في حد هيبقى ملاحظ او شايف ان الايت والسكستين مع بعض او حد تاني هيلاحظ ان السكستين والايت والسكستين كلهم مع بعض من الاول خالص مايان كان اللي تلاحظوا اعمله فانا هعملهم التلاتة مع بعض على طول اهو برضو عشان لمش شايف السكستين من الناحية دي مع الات دايركلي يبقى دول والايت مع السكستين من الناحية دي دايرك كونيكتد اهو يعني مفيش حاجة في الطريق يبقى هما parallel يبقى التلاتة مع بعض التلاتة مع بعض يعني هعمل ستطلع ستطلع ان هما مع بعض اللي هما السكستين ازاي اهو دي الرسمة اهي كبار بقى شايفين كده السكستين والسكستين من الناحية دي والناحية دي دايركلي ونكتد على فكرة مفيش حاجة في الطريق اكسترنال يعني مش سيرس انما مفيش حاجة في الطريق من الناحيتين يبقى parallel فممكن حد يقفشها ويروح عامل الشاي الوحدة منهم وحاطة مكان هقيت برضو من اول المسألة خالص برضو صح جدا اه شكرا كده احنا هنشتغل ان شاء الله على الهومورك بتاعنا عادي اللي هو اللي انا اقلوكم عليه وفي اه اه ان شاء الله الكويز بتاع التشابتر 5 عندنا الجمعة اللي جاية اه ارجو الالتزام بمعايد الهومورك اه زي ما اتفقنا على بعض الاسبوع مع بعض اه ياريت ما نعملش حاجات اكسترا غير لما نخلص اللي علينا يعني احنا الاسبوع دوت هنمسك وان و تو بس ما تحاولوش انه انتم تمسكوا حاجة تانية محدش يحل امتحانات مسلا او كده محدش يشتت نفسه في حاجة غير اللي انا بقول عليها ارجوكم امشوا ورايا اه الاسبوعين الاسبوع اللي جاي هنمسك سري و فور برضو بس يعني خلينا دلوقتي في وان و تو راجع عليهم شوف الفيديوهات القديمة شوف اي حاجة انت عايز تشوفها ويحل الشيت دوت هيفكرك بى وان و تو تقريبا كلهم واي حاجة عايز تذكرها في الاسبوع دوت يستحسن انها تكون وان و تو حتى لو حاجة اكسترا يبقى برضو وان و تو الاسبوع اللي جاي نفس الكلام على سري و فور الاسبوع اللي بعده هنمسك شيتس على المنهج كله بعد كده هنبقى عندنا ستة اسابيع بنحل فيهم ان شاء الله امتحانات بس موسيقى 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 موسيقى